اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين و صلوات الله وسلامه على نبينا محمد و على آله و صحبه و من سار على نهجه و سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإنه من العبادات التي يستحب للمسلم أن يقوم بها في شهر رمضان أدا العمرة العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام عبادات بدنية محضة كالصلاة مثلا فإنها عبادة بدنية و هناك عبادات مالية محضة كما هو الحال بالنسبة للزكاة و صدقة التطوع فإنها مالية محضة أي ليس فيها إلا بذل المال و هناك عبادة أو عبادات بدنية مالية الإنسان يبذل ماله و كذلك بالنسبة له فإنه يؤدي أعمال بدنية و هي الحج و العمرة فهناك عبادة مالية بدنية فيستحب للمسلم في شهر رمضان أنه يؤدي العمرة و أداء العمرة في شهر رمضان لها فضيلة و ذلك لأن الأعمال الفاضلة عندما توافق وقتا فاضلا فالأجور تكون مضاعفة فالعمرة قد وافقت وقتا فاضلا و هو شهر رمضان و كذلك مكانا فاضلا و هو الحرم و بذلك تكون العمرة من أفضل القرب التي يتقرب فيها إلى الله سبحانه و تعالى فهي عمرة و في وقت فاضل تتضاعف فيه الحسنات و فيه لا شك أنها تؤدى في هذا المكان الفاضل و هو الحرم إذن بذلك يكون قد نال أجرا عظيما ورد في الحديث أن امرأة كانت تريد أن تحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم و لكنها لم تستطع الذهاب معه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان كحج معي فحثها النبي عليه الصلاة والسلام على أداء العمرة في شهر رمضان فلذلك يستحب للمسلم أنه إذا كان قادرا على أداء العمرة في رمضان أنه يؤدي العمرة في شهر رمضان والعمرة يكون فيها بذل المال فيما يتعلق بالنفقة نفقة العمرة و يستحب للمسلم أنه إذا أراد أن يبذل ماله في نفقة العمرة أن يكون هذا المال كاملا منه فإذا تقبل تبرعا من أحد أنه يتحمل عنه العمرة أو يتحمل جزءا من تكاليف العمرة بأن تكون مدعومة من جهة ما فإن العمرة تكون تامة و صحيحة ولكن الأجر يكون أتم عندما يتحمل الإنسان نفسه تكاليف العمرة فيستحب للمسلم أنه هو الذي يتحملها فإن تحملها غيره أي النفقات فذلك جائز ولكن أجره ليس كأجر الأول الذي قدم ماله لكي يؤدي هذه العمرة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة و كذلك بالنسبة لأدائها فإنها تؤدى على أتم وجه يؤديها بأن يحرم من الميقات و نقصد بالإحرام نية الدخول في النسك فهناك إحرام وهو متعلق بالنية و هناك لباس الإحرام لباس الإحرام بالنسبة للرجل و ذلك بأن يلبس إحرامه من الميقات أو قبله و يدخل في النسك و المرأة كذلك فإنها تنوي الدخول في النسك من الميقات و هناك محضورات للرجل و هناك محضورات بالنسبة للمرأة فإنه يمتنع عنها حتى يؤدي العمرة فيطوف و يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام من استطاع و إلا في أي مكان و يشرب من ماء زمزم و بعد ذلك يبدأ بالسعي بين الصفا و المروة و يبدأ بالصفا اقتداء بالنبي صلى الله عليه و آله و سلم يتم عمرته و يشترط في الطواف أن يكون المسلم على طهارة فالطهارة واجبة في الطواف و بالنسبة للسعي فإنه لا تشترط له الطهارة المرأة بالنسبة لها إذا سافرت و لم تستطع أن تؤخر طوافها إلى حين انتهاء عذرها و خشيت أن يغادر عنها من كان معها فإنه هنا تأتي مسألة هل الطهارة بالنسبة للطواف هي واجبة و لكنها هل هي شرط للصحة أو ليست شرطا للصحة و اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال بأنها شرط للصحة و هناك آخرون قالوا بأنه ليست شرطا للصحة و لكن من طاف من غير طهارة فالواجب عليه أن يؤدي دم و نقصد بالدم أي أنه يذبح شاتا لفقراء الحرم فلذلك من طاف حول الكعبة فإنه يجب أن يكون على طهارة فإذا لم تتحقق هذه الطهارة فيجب عليه أن يذبح دم و ذلك بأن يفرق الشات على مساكين الحرم إذن ما يتعلق بالعمرة من الأمور التي تستحب و إذا صلى في مكة و الصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فلذلك يستحب للمسلم أنه يكثر من الصلاة و الدعاء في الحرم فالصلاوات الخمس أداؤها في المسجد فإنه له في كل صلاة يؤديها له من الأجر مئة ألف صلاة و كذلك بالنسبة لصلاة التراويح فإنه تتضاعف الحسنات لمن يؤدي هذه التراويح في الحرم كل ذلك لأن هذا المكان المبارك و قد وافق وقتا مباركا فلذلك يتضاعف الأجر و تتضاعف الحسنات عند الله سبحانه و تعالى يستحب للمسلم أنه يبادر في أداء العمرة في هذا الشهر الكريم و يبذل المال طيبة نفسه في بدله من غير إسراف أو تبذير و إنما يؤدي هذه العمرة على أتم ما قد أراده الله سبحانه و تعالى بأداء الأركان و الواجبات و المستحبات و يتعلم المسلم ما يحتاجه بالنسبة لأحكام العمرة حتى يؤديها على أتم وجه و لا تكون ناقصة من حيث الأركان فإن فقد الأركان أركان العمرة فإنه من لم يحققها لا تصح العمرة أما إذا لم يؤدي الواجبات فإنه يجبرها بدم أما المستحبات فإن من تركها فقد فاته الأجر نسأل الله عز وجل أن يوافق الجميع إلى ما يحبه و يرضاه و صلى الله وسلم على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر